هل ممكن اخس وانا باكل نفس الصعوات بتاعتي هل ممكن افقد دهون اكتر وانا باكل نفس كمية الاكل اللي باكلها طب انا دلوقتي وصلت لنسبة الدهون اللي انا عايزها عايز بس ايه سنة كمان او عايز بس ايه اتنين كيلو كمان عشان اوصل الى الوزن اللي انا عايزه هل ده ممكن وانا باكل نفس كمية الاكل اللي باكلها وباكل نفس الصعوات بتاعتي وماشي على نفس الضيط بتاعي اولك طبعا ممكن فيه تيبس كده و تريكس ما حدش كتير يعرفها لكن العلم ما سابش حاجة اللي مقال عليها فمن غير كلام كتير هنتعرف النهار ده على التيبس و تريكس دي فيلا بينا السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بك في فيديو جديد من الفيديوهات المهمة جدا جدا على القناة هنا انا مش عايز اتكلم اكتر عن ان احنا الاساس بتاعنا هو العجز من السعارات بتاعتنا علشان نخس دهون او علشان نعمل شرادت كده او نعمل في مرحلة التنشيف والكلام ده كله لكن انا النهار ده مش جاي اتكلم عن الحتة دي ماشي انا مش جاي اتكلم لواحد عايز يخس انا جاي بتكلم لواحد وصل للهدف بتاعه او خس فعلا لكن ما هتاك ايه شوية تريكس كده ايه و تيبس كده علشان ينزل سنة كمان من نسبة الدهون بتاعته او علشان تحسن من صحته اكتر او لواحد هو في مرحلة التخصيص لكن حطت في دماغه ان الاساس هو عجز السعارات الحرارية ومحتاج حاجة تديله زقة كده قدام شوية تمام يعني حاجات الليها بتكلم فيها النهار ده كلها في حدود من خمسة لعشرة في المية ودوت اللي العلم بيقوله مش انا اللي بقوله من عندي حضرتك تمام بالنسبة من خمسة لعشرة في المية طبعا الاساس هو عجز السعارات الحرارية والMicro Nutrition والMicro Nutrition اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير قبل كده طيب خلينا نقول ان اول حاجة محتاجين ان احنا نعلق Protein Intake بتاعنا اول لما نعلق Protein Intake بتاعنا ايه اللي بيحصل بتفقد سعارات اكتر وانت بتاكل نفس الاكل هتقول لي ازاي هقوللك فيه حاجة اسمها Th disturbance effective food او تأسير الحراري على الاكل او التأسير الحراري بتاع الاكل يعني ايه الكلام ده انت لما بتاكل الاكل اكلك ده وما يعني الجهاز بتاع الهضم بتاعك هيصرف طاقة منين ما هيصرف طاقة وبيصرف اي تي بي طيب ايه اللي بيحصل هنا هنا السعرات اللي بيتم حرقها علشان الاكل يتهضم بتختلف من نوع اكل لنوع تاني على العموم اكبر قدر من السعرات بيتم حرقه لما بتاكل البروتين لان البروتين هو اعلى يوصل من 20 ل 30 في المية يعني انت لو دخلت جسمك 500 سعر من البروتين اللي بيصفصف منهم بس او اللي بيخش منهم بس في الجسم وبيتحسب حوالي مسلا ربعمية تلتمية وخمسين وهكذا لان الجسم بياخد من 20 ل 30 في المية من السعرات اللي دخلها من البروتين بس فيه هضم البروتين هتقول لي ده يعني انك كده بياخد امينو اسد اقل او بياخد نسبة بروتين اقل هقول لك لا هو هنا جسمك بياخد السعرات او اللي هو الطاقة بياخدها من البروتين في هضم البروتين لك انت بتاخد كل الاحماض الامينية اللي في البروتين اللي انت كلتها فدوت مش بيأثر على كمية البروتين اللي دخلها جسمك يعني لو دخلت 60 70 جرام بروتين فانا جسمي خلاص ماشي اوكي خلت 60 70 جرام بروتين دوت على حسب حاجة تانية خالص على حسب ودوت كلمنا عنه في فيديو قبل كده على العموم هتلاقيه هنا او هنا او هتلاقيه في اخر فيديو وفي تحت الفيديو تمام دوت بيعتمد على لكن احنا هيا مش بنتكلم على الحتة دي احنا هيا بنتكلم ان انت جسمك ايا كان بتاعت البروتين داخل هياخد الاحماض الامينية بتاعته لكن بياخد سعرات منه بياخد من 20-30% من سعراته علشان يعمله عملية تكسير ويطلع منه الاحماض الامينية ويهضمه لان زي ما احنا عارفين البروتين زي نفسه هو سلاسل سلاسل من الاحماض الامينية فجسمك بيكسرها علشان يفليدي يمتصها طيب تاني حاجة معنا شرب الماء ده شرب المية ممكن يخليني اخسر سعرات او يعني ممكن يستهلك سعرات طبعا ممكن يستهلك سعرات هتقولي ازاي هقولك شرب الماء السائع الدراسات والابحاث اثبتت ان شرب الماء السائع اللي يعني بتصل درجة حرارتها مثلا خمسة يعني المية المشبرة السائع السائع بجد كوب واحد من الماء السائع حوالي ميتين ميتين وخمسين ميلي كوب كبير يعني بيحرق لحد سبعة كالوري هتقولي دي حاجة ضعيفة جدا هقولك ما انا مش جاي اقولك الحاجات ديت عشان تخس بيها انا جاي اقولك الحاجات دي عشان تدخلها في يومك فتديك زقة بتتوسلك لاخر نص كيلو او اخر كيلو او انت حدي بتخس فيها الحاجات دي تساعدك على الموضوع ده تمام فالماء الساعة بتحرق سعرات ايوة بتحرق سعرات لو شربتها وبتحرق سعرات لو استحمد بيها هتقولي يا راجل هقولك طبعا يعني لو حطف على جسمي من بره مية ساعة او شربت مية ساعة دخلتها جوا جسم اللي تنين هيحرق سعرات هقولك ايوة طب ده ليه عشان بس جسمك يعمل تعديل لدرجة الحرارة بتاعة المية عشان يعدلها للدرجة اللي جوه الجسم لان الجسم من جوه ما ينفعش لدرجة حرارة وتختلف فلو انت دخلت له حاجة ساعة بيعمل لها تعديل لدرجة الحرارة فيبردها او يعني يسخنها شوية ولا دخلت له حاجة سخنة فيعمل لها تعديل فيبردها شوية او يسقعها شوية طيب لو استحمد بها من بره او نزلتها على جسمي من بره انت هنا عندك في حاجة اسمها براون فات او دهون بنية الجسم بيستخدمها في تدفئة الجسم من بره دي طبعا بيكون موجودة تحت الجلد تمام فجسمك هنا بيستخدم البرون فات دي او الدهون البنية ديت علشان يعمل تدفئة او يعمل يعني توازن لاماية الساعة اللي هو نزل عليه واللي انت حطه تحتيها هتقول لي طيب ماشي البرون فات دي بتحرق قد ايه سعرات هقولك لا معني مش بالزبط العلم ما حددناش بالزبط بتحرق قد ايه سعرات لكن البرون فات دي لما بتخلص او لما بتستهلكها او لما بتستخدمها بتدوش السائع المتواصل فترة طويلة جسمك بيحول بعض من الدهون بقى اللي موجودة فيه اللي هي الويت فات او الدهون البيضاء بيحولها للدهون بنية عشان يستخدمها بعد كده في تدفئة الجسم لو تعرض لشك مية ساعة تاني او لو تعرض لدش سائع تاني مرة واحدة طيب في حاجة كمان معنا وهي شرب الشاي الاخضر هتقول لي ماله بقى الشاي اللي اخضر انت عدت قل ما بيحرقش دهون اقول لك الشاي الاخضر الكوب الواحد منه الكبير طبعا بس يكون شاي مغلي تمام مش شاي معمول كشري لا شاي اخضر مغلي بيحرق لحد تسعة وسبعين سعر حرارية يا راجل ده عارفك راكم مش قليل يعني مسلا لو شربت لي تلات اربع كوبات منه هيحرق معي مسلا برضو في حدود تلتميت سعر ولا حاجة هقول لك بالزبط كده لكن في حاجة عايزة نبهك عليها هي والقهوة القهوة برضو بتحرق سعرات حرارية لما بتشعرها المشكلة بقى والفكرة هو بيحرق سعرات الحرارية ازاي ايش القهوة والشاي اللي اخضر بيحرقوا سعرات حرارية عن طريق انه هما بيرفعوا معدل بتاعك او معدل ضربات القلب بتاعك بيرفعوه فتسهلك اكسجين اعلى وتطلع سني اكسيد اكتر سني اكسج الكربون يعني اكتر فتحرق سعرات اكتر فهمني? وكمان بيعملوا عندك يعني بيلعبوا شوية في الفات ميتابوليزم لو انت بتتمرن لو انت بتتمرن بيلعبوا معاك شوية في الفات ميتابوليزم او في حرق واكسلة الدهون بتاعتك لاستخدامها في انتاج او لاستخدامها في انتاج الطاقة تمام? لكن يعني الشاي الاخضر والقهوة حاول ان انت تتخليهم الصبح لانه هما فيهم كافين بيرفعوا معدل ضربات القلب واحنا مش عايزين الكلام دوت يحصل واحنا داخلين ننام مش عايزين معدل ضربات القلب بتاعنا يرتفع واحنا داخلين ننام ولا عايزين الكافين واحنا داخلين ننام علشان نعرف نيطلع ميلترونين ونعرف نينام كويس تمام? اكل الشطة. اكل الشطة بترفع السعرات الحيارية اللي بيتم حرقها طبعا بترفع السعرات الحيارية لكن برضو عن طريق النهية بترفع معدل حرارة الجسم بترفع بتاعك فجسمك بيحرق صعارات اكتر عن طريق اكسوجين او عن طريق التنفس واكسادة الدهون فبرضو الشطر الحاجات والقهوة والشيال الاخضر نخليهم الصبح بدري افضل. في حاجة كمان عندنا وهي التعرض لاشاعة الشمس. التعرض لاشاعة الشمس بيرفع عندك من معدل استقلاب الدهون. بيرفع من كفاءة جسمك في استخدام الدهون في انتاج الطاقة. فهمتني? بيرفع من كفاءة جسمك في استخدام الدهون في انتاج الطاقة. وكمان بيحسن عندك من المسؤولين عن الجوع والشبع. ايه التعرض لاشاعة الشمس بيعمل كده ايوة. بيحسن عندك من او اللي هو اللي بيديك اشارة لان انت جعان وهي المون اللابتن اللي بيديك اشارة ان انت شبعان. اشارات دي لما تتضبط فتاكل كمية معتادلة او كمية مصبوطة فما تزدش. وكمان زي ما قلتنا هو بيحسن من عملة استقلاب الدهون واستخدام الدهون في انتاج الطاقة. وكمان بيديك عندك فيتامين دي. يعني فيتامين دا يعني بيرفعه. فدوة حلو او للجهاز المناعي. يعني هو التعرض لاشاعة الشمس عموما مهم جدا في يومك. كمان النوم الكويس. النوم زي العالية. النوم زي الجودة العالية. النوم البالليل. النوم اللي بيكون بالليل. تمام? دوت بيعمل عندك ايه يا استاذي? دوت بيفرز عندك الميلاتونين. بيقلل عندك الكورتزول. النوم الكويس عموما بيحسن من عملية تخزين الدهون في جسمك. فبيقلل تخزين الدهون في الجسم وبيرفع من كفاءة استخدام الجسم للدهون في انتاج الطاقة. حلو الكلام يعني زي وزي اشعة الشمس في موضوع استقلاب الدهون او استخدام الدهون في انتاج الطاقة. لكن برضو الكورتزول بيقل من التعرض لاشعة الشمس. وجسمك لما بتعرض لاشعة الشمس بالنهار بيحسن من انتاج او افراز الميلاتونين بالليل. فتعرف تنام كويس. يعني واخد بالك هي حلقة كلها متصلة ببعضيها. اغلب اصلا معلومات الصحة هتلاقيهم بيسمعوا على بعض. لما تعرض لاشعة الشمس الصبح هعرف انام بالليل. وكمان اللي اتنين بيحسنه من استخدام الدهون في انتاج الطاقة. ولما تعرض لاشعة الشمس الصبح هاخد فيتامين دال ويرتفع في جسمي. فهعرف افز ميلاتونين بالليل. فهعرف انام كويس. فهعرف اصحى بدري. عشان اتعرض لاشعة الشمس الصبح وهكزا وهكزا. وصلت معي. اخر حاجة ان احنا هنعلي من حاجة اسمها النت. يعني التأثير الحراري او التأثير في استخدام الطاقة. للانشطة الغير رياضية. الانشطة اللي برا الجيم. الانشطة اللي برا التمرين بتاعي. اللي هو الحركة ان انا اقف شوية ان انا احاول العب ايدي كده. انا بتكلم زي ما انا بعمل. ان انا مسلا اعود اهز في رجلي وانا قاعد ايه بذاكرا قاعد بعمل اي حاجة. اذاكرا نصف ساعة قاعد واما اقف ربع ساعة وهكزا. اتحرك مسلا اوما اجيب مية لنفسي اوما اجيب رموت لها التلفزيون لنفسي. احط التليفون بتاعي بعيد عني شوية فلما يرن اوما اروح ارد عليه. وانا برد على التليفون افضل واقف ما او اتمشى يبقى افضل وهكزا. دي كلها عمليات يعني الجسم بترفع من معدل استخدامه للسعارات الحائرية او للكالوريز وانت مش واخد بالك فبالتالي تخس وانت بتاكل نفس الضيط بتاعك فتخس من غير ما تحس. خدت بالك معي. بس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى انت تكون سمتعت وستفدت بالفيديو ده. لو عجبك ادينا لايك ولو حاس ان ممكن حد يستفيد. وان شاء الله اظن ان هو يفيد الناس كتير. فياريت تشارك الفيديو دوت. علشان يا عمالنف. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. وما توفيق الا بالله علي. توكلت ولي ونيب. سلام عليكم.